مَنَاسِكُ زَانَهَا الْحَجُّ وَكَمْ فِي الْحَجِّ أَسْرَارُ بِهِ حِكَمٌ لَوِي تَضَحَاتْ لِبَعْضِ النَّاسِ مَاحْتَارُ بِهِ حِكَمٌ لَوِي تَضَحَاتْ لِبَعْضِ النَّاسِ مَاحْتَارُ فَإِيمَانٌ وَتَسْلِيمٌ وَإِخْلَاصٌ وَإِقْرَارُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله ثم أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي من المشاهدين المشاهدات إلى حلقة جديدة من روح الحج نتحدث فيها عن قضية على جانب عظيم من الأهمية كيف لا وهي سبيل من سبل دخول الجنة فضلا من الله ومنه فكل الطرق مسدودة إلا أن ندخل من هذا الباب وكل السبل مقطوعة إلا أن نسير في هذا الفج وكل المواكب هالكة إلا أن نمشي مع هذا الموكب المبارك وكل المراكب غارقة إلا أن نكون من الناجين بفضل رب العالمين بحسن الاقتداء والاتساء بسيد المرسلين فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم حديثنا إن شاء الله عن قوله فداه أبي وأمي ونفسي خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لكن دعوني في بداية هذه الحلقة الطيبة المباركة أرحب بحبتي الذين شرفوني هذه الحلقة وأسعدوني بوجودهم معي وأنا أقول هم والله مثل الأقمار والكواكب التي تضيء الظلمة فحياكم مولاكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة ولعلي أشرف بأن يعرف كل واحد منكم نفسه لإخوانه وأخواته أحبكم رائد نورا غتابي نعم وأكرم فهد مسودا غتابي ونعم وأكرم أحبكم عبيد نورا مرحبا وأهلا أخوكم في الله محمد نوريا محمد خير الله يا مرحبا وأهلا حياكم الله وأنا والله في غاية السعادة بوجودكم معي إنما سعادتي وهنائي بمشاركة هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه الحلقة وأسأل الله يجمع بكم دائما على خير آمين الإمام مالك إمام دار الهجرة جاءه رجل يستفتيه فقال له يا إمام من أين أحرم قال أنت من أهل المدينة عليك أن تحرم من ذي الحليفة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا إمام أما إني أريد أن أحرم من الحرم بجوار القبر الشريف فقال له الإمام مالك أقول لك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وتقول أحرم من الحرم قال وماذا في ذاك إنما هي أميال أزيد فيها ولا أنقص منها يعني كأننا جبت شيء ما جابه النبي عليه الصلاة والسلام شيء جديد أكثر إنما هي أميال أزيد فيها ولا أنقص منها قال له الإمام مالك يا هذا إني والله أخشى عليك من الفتنة قال وأي فتنة قال فتنة أن تعتقد أنك جئت بما قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا أراد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يبين لهذا الرجل المستفتي أن الاقتداء والاتساء بخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام بسيد الأولياء بأعظم الأنبياء هو طريق النجاة أعمالنا لن تقبل من الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيها الصدق الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابع لمن لرسول الله صلى الله وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما هو الصالح الاقتداء برسول الله والإخلاص لله أخلصه وأصوبه ما معنى أخلصه النية فيه لله لا يرجو الثواب والجزاء إلا من ربه الذي خلقه وسواه وأصوبه يعني على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من أراد النجاة في دنياه وأخراه فعليه بالاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهذا طريق النجاة والسعادة والخير والبركة ولذلك لا تعجبوا إخواني أنه عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج العظيم المهيبة الرهيبة كان صلى الله عليه وسلم يقذف في مسامع أصحابه كأنما في كل مكان يقول لهم خذوا عني مناسككم اقتدوا بي تأسوا بفعلي انظروا إلى قولي ماذا أقول وماذا أعمل افعلوا كفعلي لتكون لكم به النجاة بإذن الله هذه رسالة عظيمة جليلة كريمة من النبي عليه الصلاة والسلام تقول لنا هذا هو الطريق طريق النجاة طريق الفلاح طريق السعادة أن نكون من أتبائه صلى الله عليه وسلم وأن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يقول فاستقم كما أمرت لم يقل كما رغبت أو كما تخيلت أو كيفما رأيت لا استقم كما أمرت الاستقامة على أمر الله لابد أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني إيش رد مرجوعا إليك مردود في وجه غير مقبول منه يا ضيعة المسعى يا ضيعة التعب لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في كل مشاعر الحج ومع كل شعائره كان يصدح في أسماء أصحابه ويقذف في قلوبهم يقول خذوا عني ملاسككم لم يكن يتوارى عنهم عليه الصلاة والسلام ما كان يختبئ في هودج أو في خباء أو في خيمة أو في غطاء دون الناس بل كان بين أيديهم وما كان يقال إليك إليك بين يد رسول الله وما كان الجند يمنعون الناس منه بل كانوا ينظرون إليه ويحيطون به إحاطة السوار بالمعصم ينظرون إلى فعاله فيفعلون كما فعل يسمعون من أقواله فيقولون كما قال لأنهم يعلمون أنه هو الدليل إلى الله هو الطريق الذي به نجاة الدنيا والأخرى لذلك كان عليه الصلاة والسلام في كل أحواله يدور بين أصحابه ما كان يعزل عنهم بل كان بين أيديهم ما كانوا يكهرون بين يديه أو ينهرون عنه عليه الصلاة والسلام بل كانوا والله يمشون في ركابه ويحيطون به صلى الله عليه وسلم وهو يمارس هذه الشعيرة العظيمة هذه الشعيرة أي حبتي لم تكن إلا مرة واحدة لكن فيها أحكام كثيرة فيها أفعال وأعمال كثيرة ويحتاج الإنسان فيها أن يفهم وأن يعقل وأن يتعلم ولذلك أنا أدعو كل حاج قبل أن يذهب إلى الحج أن يقرأ أن يتفقه لأن من المآسي الكبار أن الأسئلة لا تكون إلا بعد الحج صحيح؟ صحيح أليس هذا خلل؟ هذا موطن الزلل والخلل ينبغي على الإنسان أن يسأل قبل أن يقدم على الفعل هل أفعل هذا أو لا أفعل؟ لكن مشكلة أنه يسكت ويفعل وبعد الحج ما رأي العلماء والمشايخ والفقهة؟ فعلت كذا وصنعت كذا وقد يأتي بعظيمة وهو لا يشعر قد يبطل حجه بفعل وهو لا يدري ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا إذن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طريق عظيم ومسلك كريم الله عز وجل يجتبي له من يشاء لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدور بين أصحابه حتى ربما يأتي الرجل إلى رسول الله لا يدري من هو رسول الله من بين هؤلاء مرى صلى الله عليه وسلم بالروحة والتقى بقوم قال لهم عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ قالوا المسلمون من أنت؟ قال أنا رسول الله يا الله ما أجمل هذا بكل رقة وحنان وإحسان ولطف وعطف ما كان الناس يطردون بين يديه بالصياق من أنت؟ قال أنا رسول الله فقامت امرأة وبين يديها صبي صغير اهتبلت الفرصة اغتلمت الغنيمة يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر تأملوها عليه الصلاة والسلام أفتاها وطيب خاطرها نعم ولك أجر ويمضي صلى الله عليه وسلم ويمر بأخت لعقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه هذه المرأة تحب العمل الصالح وتريد مرضاة الله عز وجل لكنها غالت وآفت الأمة الغلو ما كان منها رضي الله عنها إلا أن نذرت نذرا ما هو نذرها؟ أن تصل إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة حاسرة حافية حاسرة عن شعرها حافية عن قدمها يعني أعلاها وأسفلها مكشوفة تظن أن ذلك أكثر قرب إلى الله ترى أن ذلك أكثر طاعة لله عز وجل فلحظها صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه؟ قال يا رسول الله نذرت نذرا أن تصل الكعبة حاسرة حافية فقال عليه الصلاة والسلام مروها فلتنتعل ومروها فلتختمر يعني تخمر رأسها تغطيه وتنتعل تلبس لها حذى لأن الرجل لا يزال راكمة مداما منتعلا كما ورد في الحديث إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر يعلم الناس ينبه الجاهل يعلم الغافل يذكر الناس يأخذ بأيد الناس إلى الخير يمر صلى الله عليه وسلم على رجل كبير في سنه يهادى بين أولاده يعني إيش يهادى؟ يحملون مسكين كأنما أهلكه السفر فيقول عليه الصلاة ما بالو الرجل؟ قالوا نذر يا رسول الله وهو رجل كبير في سنه نذر يا رسول الله أن يحج حافيا يرى أنه من الدين من التقوى من العمل الصالح مما يقربهم من الله عز وجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام ماشيا حافيا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني بالله عليكم ماذا يستفيد الله عز وجل وماذا يعود في ملك الله تبارك وتعالى من أن يذهب إلى بيت الله الحرام حافيا أو غير منتعل أو يمشي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب أحيانا ويمشي أحيانا عندما تكاثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام على رحلته فكانوا ينظرون إليه ويقتدون بفعله عليه الصلاة والسلام ترى لو أنه حج ماشية ألن يعتقد الناس أن المشية هو السنة في الحج؟ صحيح وبالتالي لا يوجد حيث يركب أليس هذا فيه تعب للناس؟ أليس فيه إضناء لهم وإجهاد لهم من غير فائدة لن يعود عليهم بفائدة لذلك ركب بل ركب عليه الصلاة والسلام حتى في الطوف حتى في السعي وركب عليه الصلاة والسلام الناس لا بد أن يشعروا أن هذا الدين دين الرفق دين الرحمة الله سبحانه وتعالى ما شرع هذا الدين ليعذب الناس؟ الله يحب إذا تؤتى رخص نعم الله عز وجل عندما رخص للناس في الحج بكثير من الأشياء وسنذكر هذا إن شاء الله لاحقا الله تبارك وتأراد سبحانه وتعالى أن يبيل للناس أن هذا الدين ليس للتعذيب وإنما للتهذيب للتربية للتزكية وليس لتعذيب الناس ولا لمنع الناس من مشهواتهم ولا الذاتهم وما أباح الله عز وجل عليه دين الرحمة دين الرحمة رحمك الله والسامعين أجمعين نعم هو دين الرحمة دين السماحة دين الحنيفية السمحة دين التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج الله عز وجل بعثنا في هذه الأمة لنكون ميسرين لا معسرين مبشرين لا منفرين ولن يكون هذا إلا باتساء بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إلا غلبه تأمله عليه الصلاة والسلام وهو يخرج من مزدلفة إلى ميناء وهو على القصوى فيمر بابن عباس من صغار الصحابة شاب فتي فيقول له عليه الصلاة والقطلية من الحصى سبع حصيات فلقط له ابن عباس حصيات وجعلها في يده عليه الصلاة والسلام ثم نظر فيها ثم أخذ بواحدة منها كالحمصة وقال يا عباد الله بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو بالله تأملوا إلى هذا النموذج هذا الدرس العملي منه صلى الله عليه وسلم إلى الناس أنه ترى آفت هذه الأمة من مبتدها إلى منتهى الغلو والإفتراق أراد أن يقضي على هذه القضية يحسم هذه المادة من مبتدها بجمرة أو بحجرة يستطيع الإنسان أن يرمي بها نحتاج أن نقتلي به حتى في هذه الأشياء بعض الناس الآن وانظروا إليهم عند الجمرات ماذا يصنعون؟ بالحجارة كبيرة بالحجارة كبيرة والخشاب والأحذي أكرمكم الله وبعضهم يلعن الشيطان ويصب الشيطان وكأنه الشيطان منصوب مربوط بقفاهة في هذا المكان هذا ليس صحيح أنت تعبد الله عز وجل بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم فالعبادة هنا عبادة الاقتداء وليست عبادة الضرب الموجع للشيطان الشيطان لا يوجعه لا يؤلمه إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك اتباع السنة قل إن كنتم فاتبعوني وحبكم الله إذن طريق النجاة طريق السعادة طريق الفلاح طريق النجاة في الدنيا والأخرى هو طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إخواني و أخواتي ألقاكم بعد قليل لا تذهبوا بعيدا إلى الرحمن قاد سارون إلى الرحمن قاد سارون من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر للحجة قال تعالى ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات والجهر للرجال دون النساء والتكبير نوعا مطلق ومقيد أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر للحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات قال عكرمة يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدأ بالتكبير والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق وللتكبير صياغ منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى الرحمن قد سار إلى الرحمن قد سار مرحبا وأهلا بكم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومنكم وتجاوز عننا وعنكم أن يغفر لنا ولكم ها نحن نتحدث عن ذلك المعلم فديته من معلم صلى الله عليه وسلم ما أعظمه ما أكرمه ما أرقه ما أحنه على الناس كان فده أبي وأمي ونفسي يجوس بين الناس ويدور بينهم يعلمهم ويأخذ بأيديهم ويسوقهم إلى الله سوقا جميلا صلى الله عليه وسلم يكون بين أصحابه وتأتيهم رأة من خثعم تقول يا رسول الله لقد أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل أفأحج عنه قال صلى الله عليه وسلم حج عنه هكذا أفتاها بكل بساطة بكل سهولة هكذا طيب خاطرها وجبر قلبها ودلها على برها بأبيها وطاعتها لمولاها سبحانه وتعالى ويأتيه رجل آخر يقول يا رسول الله إن أركان الإسلام أدركت أبي وهو شيخ كبير إنما يهادى بين الرجال أفأحج عنه فيقول له صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي أفيجزيك أن تقضي عنه فيقول بلى يا رسول الله قال فدين الله أحق بالقضاء وأمره عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك وأعتمر هكذا عليه الصلاة والسلام يمر بين الناس لا يحمل ولا يدفع ولا يمنع ولا يقال إليك إليك ولا يضرب بين يديه بالصياط ولا يكهر الناس ولا يمنعون عنه لماذا؟ لأنهم يقتدون به يتأسون بفعله ولا تسأل عن الجزاء الأوفى لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى سبحان الله من الأجزاء الجزاء الأوفى للاقتذاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحاض الأمة في الحوض ويريدون أن يشربون من الحوض كل الأمة تريد أن تشرب من شربة واحدة تشفيك بعمار عمار السنين من عدم العطش وعدم الإرهاق من العطش فتذاد مجموعة من الناس حول الحوض من الأمة وهم مسلمون ومؤمنون وموحدون لله سبحانه وتعالى عن الحوض فالرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة أرحم الناس بالأمة يريد أن يسأل ويستفتي لماذا يمنع الناس من الحوض والشرب من الحوض فيقولون الملائكة لا تدري ماذا أحدثوا بعدك يا الله ما أعظم هذا الحرماء بدلوا بعدك ما أعظم هذا الحرماء ما أعظم هذه الغبين المرة التي ستكون في قلوبهم من القيامة بدلوا وغيروا وأحدثوا في دين الله ما لم يشرع مولاهم سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا للشيطان فيه نهمة ورغبة فالشيطان هو الكسبان في الحقيقة بالزيادة أو النقصة سبحان الله يتبين لنا أن الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل يحتاج مجاهدة للنفس ويعني كيف نصل بالنفس للاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأسؤال جميل فعلا نحن نحتاج أنه أول شيء نتعلم لأنه إذا ما تعلمنا ما يمكن أن نصل إلى الاقتداء والاقتساب به لا بد أن نسأل ماذا كان يفعل ماذا كان يصنع ما قوله هنا ما فعله هنا فإذا تعلمنا علمنا وفهمنا كيف يمكن أن يكون به الاقتداء ولا شك أن هذا طريق صعب احتاج الإنسان فيه إلى مجاهدة ومن المعلوم الجنة درجات والصعود دائما صعب لكن النزول دركات جدا سهل ألقي لنفسك علىنا يهلك نعوذ بالله من أراد الله به الهلك لكن الصعود ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تحتاج إلى مجاهدة مصابرة أن يأخذ بزمام هذه النفس أن يسيطر على هذه الروح أن يجعل له هدف وهو كيف أنجح في يوم القيامة كيف أشرب من يد الحبيبي صلى الله عليه وسلم شربة لن أضمع بعدها أبدا كيف أثبت في يوم القيامة على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحر من الجمر وأرواغ من الثعلب دحظوا مزلة تريد النجاة هناك أثبتوا هنا على صراط الله اهدنا الصراط المستقيم هو الصراط الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل فمن ثبت هنا على صراط الله المستقيم على منهاج الله القويم ثبت في يوم القيامة على متن جهنم والجزاء من عند الله تبارك وتعالى الجزاء العظيم الكريم الرحيم منه جل فيه عليائه فنحتاج أن نتعلم ماذا كان يصنع وبالتالي نجاهد أنفسنا الشيطان سيأتي لنا بأشياء يقول هذا صعب ولا يمكن أن تفعله كما فعل ولا تصنعه كما صنع وهذا غير صحيح لماذا جعله الله أسوأ وقدوة حتى يبين أن القضية سهلة ويسيرة وإلا لأنزل الله ملائكة من السماء رسول مبشرنا وانذري وعند ذلك نقول والله ما نستطيع لأنه لا أي ملائكة الله جعله رسول مننا قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم يألم يحزن يجوع يعتش يتعب يخاف مثله مثله لكن يوحى إليه الله عز وجل شرفه وكرمه والله أعلم حيث يجعل الرسالة بالنبوة والرسالة لكن هو في بشريته كالبشر ولذلك تعب عليه الصلاة والسلام ليس من السهل أن تبقى من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وأن تتدعو هذا أمر عسير والله صعب وذلك الآن تجد الناس ربما يعني تجدهم دات اليمين والتشمال المطجعين نايمين إلا من وفقه الله عز وجل واستغل كل ساعة في طاعة وكل لحظة في قربة ليس من السهل أن تطوف أن تذهب لكن أحقيق الجزال أو ففي بعد ذلك خرج من ذنوبه كيومي هل هذا سهل؟ هذه قنيمة عظيمة تحتاج مننا إلى صبر تحتاج مننا إلى احتمال تحتاج مننا إلى بذل إلى جهد وجهاد مع النفس التي تركن للدعا والخمول والكسر أحبتي هنا ملحظ مهم جدا البعض من الناس يعتقد أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط في شعائل التعبدية في صلاته في رميه في طوافه في نحره وهذا جميل لا شك أن هذا من الاتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وهذا من أخذ المناسك عنه لكن هناك ملحظ جميل جدا وجليل للغاية وهي قضية الاتساء به صلى الله عليه وسلم في العبادات الأخلاقية وكان عليه الصلاة والسلام فيها له القدح المعلّع تأملوه عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة هذه الخطبة العظيمة التي جاء بالكليات فيها بالأصول أصول هذا الدين الكليات الشريعة جاء بالأمور العظام عليه الصلاة والسلام مما قال في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وكان فيه أسوى وقدوة للناس أجمعين في ذاك الموقف وإلى قيام الساعة يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميهاتي هذه حقيقة هذا خلق هذه قيمة هذا دين هذا مبدأ طيب وين المثال وين الأسوى في هذا يأتي به عليه الصلاة والسلام مباشرة على الفور يقول صلى الله عليه وسلم وإن دماء الجاهلية موضوع تحت قدميهاتي وإن أول الدماء دم دماؤنا دم بن ربيع بن الحارث وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان مسترضعا في بني سعد فقتله قوم من هذين فوضع دمه عليه الصلاة والسلام أليس هذا أسوى أسوى بلى والله ثم قال ألا وإن ربى الجاهلية موضوع تحت قدميهاتي وإن أول رباء أضع رباء العباس من هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ربانا أول ما بدأ بنفسه بآل بيته بقرابته ليكون في ذلك أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم للناس قرابته بدأ بهم عليه الصلاة والسلام الأقربون أولا بالمعروف نحتاج أن نقتدي به لا أقول فقط في الأقوال والأفعال بل والله أن نقتدي بأخلاقه بأدابه بقيمه العظيمة التي كان ينثرها صلى الله عليه وسلم على تلك الصعد في تلك الأماكن المباركة الطيبة التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام طريق نجاح وسبيل فلح لذلك عليه الصلاة والسلام سامح وصالح وصافح وناصح ودل الناس على الخير وصبر على تزاحم الناس بين يديه عليه الصلاة والسلام يعني في جمرة العقبة الناس رضي الله عنهم جميعا ولا يلامون على هذا تكاثروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حج معه مئة ألف أو يزيدون قيل أنهم مئة وعشرين ألف من الصحابة تزاحموا على رسول الله بالذات عند الجمرة وهو يرمي عليه الصلاة والسلام فوقف صلى الله عليه وسلم والتفت إليهم وأخذ صوته في يده ويقول لهم السكينة 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 ويهدئهم صلى الله عليه وسلم يهدئهم يسكنهم عليه الصلاة والسلام حتى سكن الناس وعندما دفع من عرفات إلى مزدلفة كذلك تكاثر الناس عليه الصلاة والسلام وارتفعت الأصوات وأصبح الصحابة يزجرون الإبل يضربونها وتتعالى أصواتهم فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل يسكتهم ويؤمنهم ويهدئهم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم إن البر ليس بالإضاء يعني ليس بالسرعة والغلبة ورفع الصوت لا البر بالسكينة والتأدى والطمأنينة فريضة الحج في الحقيقة ينبغي أن تغشاها هذه الطمأنينة لا يغسل حوال الله لها تعالي الأصوات أو تدافع الناس أو كل منهم يقتل الآخرين من أجل ذاته ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام في يوم النحر قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يقتل بعضكم بعضا يا أيها الناس عليكم السكينة عليكم السكينة فلا رفت ولا فسو قوله نعم نحتاج هذا نحتاج هذا الخلق الكريم نقتدي به في تلبيته في دعائه في صلاته في طوافه في رميه في كل ذلك وأيضا نقتدي بالخلق الكريم في هدوئه في سكونه في وقاره صلى الله عليه وسلم في كرمه في بذله في رحمته في حنانه في إحسانه أي شيء تقول كل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عجب فالله الذي خلقه وسواه يقول عنه وإنك لا على خلقه يكفيك عن كل مدح مدح خالقه وقرأ بربك مبدأ سورة القلم إن حل في القلب أسمى منك منزلة حاشى إلهي باري النسم فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشت بي لما أشتهي قدمي ما أجمله ما أعظمه ما أكرمه عليه الصلاة والسلام هل مر بالدنيا أجمل من رسول الله هل مر في هذا الفجاج أرحم من رسول الله هل دار في تلك الصعود ألطف من رسول الله إذن لن نجد والله إنسان نقتدي به أعظم من رسولنا عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذن إذا أردنا نجاة الدنيا وفلاح الدنيا والأخرى وأردنا أن ننال الأجر الجزيل والثواب الجميل الجليل من ربنا عز وجل فعلينا بالاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أردنا نجاة الدنيا والأخرى فهذا هو الطريق هذا هو طوق النجاة خذوا عني مناسككم ولذلك كان يصدح بها على رؤوس أصحابه ويقول لهم حتى يقر هذه القضية ألا هل بلغت فيصرحون نعم يا رسول الله بلغت ونصحت وأديت فيقول اللهم فاشهد ويشهد عليهم يتأكد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ البلاغ المبين عن رب العالم يتأكد صلى الله عليه وسلم أنه في كل حكمة وفي كل حكم وفي كل معلومة بلغها إليهم أوصلها إلى قلوبهم وعقولهم ألا هل بلغت فيقولون بلغت فيقول اللهم فاشهد هكذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول لنا فريضة الحج ينبغي أن نتعلمها قبل أن نقدم عليها ينبغي أن نتفقه فيها قبل أن نقوم بها حتى نمشي على صراط مستقيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عننا وعنكم أسعدني مولايا بلقياكم والاستفادة منكم والجلوس بين يديكم وشكرا لكم وشكرا لإخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم بحوله وطوله وفضله وإحسانه والله ذو الفضل العظيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مناسك زانها الحج وكم في الحج أسرار به حكم لوي التضحات لبعض الناس ما احتار به حكم لوي التضحات لبعض الناس ما احتار فإيمان وتسليم وإخلاص وإقرار وسير في هدى رسل إلى الرحمن قد سار إلى الرحمن قد سار فلا تركا إلى عقل عن التسليم يحتار وأبحر في هدى قلب رضا مولاه يختار ومولاه يختار